من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه فقال اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدها الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقصوما من رزقه لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونصب له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمري ويرهقه بأعوام دهريه حتى إذا بلغ أقصى أثريه واستوعب حساب عمري قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثواب أو محذور عقاب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدلا منه تقدست أسماء وتظاهرت آلاء لا يسأل عن ما يفعلوا وهم يسألون والحمد لله الذي لوح بسعا عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعا وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرا لتصرفوا في منه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكري وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمري حمدان نعمروا به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه حمد يضيء لنا به ظلمات البرزاخ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون حمدان يرتفع منا إلى أعلى علين في كتاب مرقوم يشهده المقربون حمدان تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا سودت الأبشار حمدان نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله حمدان نزاحم به ملائكته المقربين ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخالق وأجرى علينا طيبات الرزق وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع خالق فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وصائرة إلى طاعتنا بعزته والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه فكيف نطيق حمده أم متأ نؤدي شكره لا متأ والحمد لله الذي ركب فينا آلات البصر وجعل لنا أدوات القبر ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنيه ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق أمري وركبنا متون زجري فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا ولم يجشمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا فالهالك منا من هلك عليه والسعيد منا من رغب إليه والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقتي عليه وأرضى حامديه لديه حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمدي حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعتان إلى مغفرتي وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمتي وأمنا من غضبي وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيتي وعونا على تأدية حقه ووظائفي حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه إنه ولي الحبيب وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهين موسيقى موسيقى موسيقى